اشتركوا في القناة يتم إخضاعهم لاستكمال إجراءات الفحص الطبي والذي يتم على ضوء نتائجه عزل أو حجز المصابين القادمين من هذه الدول وذلك وفقا للإرشادات وللمعايير المعتمدة من قبل منظمة الصحة العالمية وأكدت سعادة وزيرة الصحة أن الخطط الاحترازية والاستراتيجيات الوقائية والرقابية التي يتم العمل على تنفيذها على وجه السرعة والتي من أهمها العمل على تخصيص مستشفى ميداني للقادمين من الخارج تأتي بناء على التوجيهات والمتابعة السديدة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى الناب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله وذلك في إطار السعي إلى تسخير كافة الطاقات والإمكانيات الهادفة إلى استمرار التصدي للفيروس وضمان سلامة وصحة كافة المواطنين والمقيمين في المملكة بالدرجة الأولى وقد أشهدت سعادة الوزيرة بالجهود الوطنية المخلصة المقدمة من قبل الطواقم الطبية والصحية بوزارة الصحة حيث وجهت سعادتها خلال الزيارة كافة الكوادر الطبية إلى ضرورة الحرص على توفير أقصى درجات الكفاءة في الخدمة الصحية والعلاجية المقدمة لجميع القادمين ودعتهم أهمية مضاعفة الجهود وبأعلى درجات المهنية والجاهزية والاستعداد لاستقبال جميع المسافرين القادمين من مختلف الدول المتفشي فيها الفيروس وذلك حرصا على سلامتهم وسلامة كافة أفراد المجتمع البحريني وفي ختام الزيارة والتي قد شملت شتى المرافق والأقسام المخصصة للرعاية والعلاج بالمستشفى الميداني أشهدت سعادة وزيرة الصحة بمستوى التعاون والتنسيق المشترك والجهد المفذول بين مختلف الجهات المعنية بمملكة البحرين وتوصيات منظمة الصحة العالمية بهدف تنفيذ وتطبيق مجمل الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لضمان عدم انتشار فيروس كورونا كوفيد 19 شكرا للمشاهدة